حدثنا الوليد بن مسلمين قال سمعت يزيد بن أبي مريم قال لحقني عباية بن رافعي بن خديج وأنا رائح إلى المسجد إلى الجمعة ماشيا وهو راكب قال أبشر فإني سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أغبرت قدمه في سبيل الله عز وجل حرمهما الله عز وجل على النار